بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً اليوم حيكون الدرس الأخير ضمن سلسلة دروس بناء البروتوتيب من البداية للنهاية باستخدام برنامج الادوبي اكس تي درسنا اليوم حيكون عن موضوع الحركات وعن موضوع الانتقالات من نافذة إلى نافذة وكيف نفعل الأزرار ونفعل التفاعل لبحث أنه ننتج بروتوتيب عملي شبيه ويحاكي التطبيق النهائي حتى نستخدمه في عملية التطوير وفي عملية جمع المطلبات وكذلك في عملية تقييم ما وصلنا إليه سواء من كالرينج أو ما وصلنا إليه من فيتشارز ومن مكونات ومن مزايا تتميز بها التطبيقات أولا نتكلم عن موضوع المينيو هذه هذا زر بدن نفعل ارتباط هذا المينيو الآن وين موجودين? نحن موجودين على الดيزاين الحركة تكون في البروتوتيب كيف تكون أنا بدي أن تقل الآن على التاب الخاص بالبروتوتيب بدي أجري أفاعل الحركة ما بين الضغط على هذا الزر وين بدنا نروح؟ نروح على المينيو الموجودة هنا أصبح علي أن تقل من هذه الأرتبورد إلى الأرتبورد الخاصة بالمينيو أصبح بنتقل هنا التريجر حيكون عبارة عن التاب يعني بحيث انه لو ضغطنا هيجي عندي ترانزيشن ايش نوع الترانزيشن بالداخلي اوتو انيميت بحيث انه يكون في عندي حركة في الموضوع اوتوماتيكية وين الديستيناشن هنا احنا بنحكي عن المنيو ارتبورد هيكون الديستيناشن اللي احنا هنصل له المنيو الحركة كيف حتكون لو حركة الدخول احنا هنا بنعمل مش ايز اوت بنعمل سناب بحيث انه تعمل زي الانفجار قديش بدنا بدي اكبر الاوقات حتى نشوفه لغرض التعليم لاحظوا معايا انا بدي اخلي وان سكنت حتى يكون في عندي غرض لغرض التعليم ونشوف الحركة بعينينا كيف بدها تكون الحركة طيب ابني اكتفي بهذا القدر صحيح بدنا نيجي الان بعد هيك نروح على المنيو هذي من المنيو هذي وين ممكن ننتقل الهوم بتوديني على نفس الصفحة طيب بنيجي على البرد طالما انا بدي اروح على البرد من هنا او من هنا طيب بدي اخذ من هنا هاي سواء هنا او هنا في هذي لانه هذي عبارة عن بدي انتقل مباشرة وين على صفحة البرد هاينا بدي اروح على صفحة البرد بدنا نعمل تريجر تاب الطايب اوتو اناميت والديستيناشن بيرد من هنا من المنطقة البرد بدي الايزينج اللي هو ايز ان طيب خلصنا ايز ان بدي وان ساكن خليها وان ساكن بدنا الان نروح نفعل زر السيرش طيب هذا السيرش لو انا بدي اضغط على زر السيرش هون بدي يروح على صفحة السيرش انجين هاي صفحة السيرش انجين طيب ايش بدنا نعمل تريجر تاب بدي يكون اوتو اناميت الدستيناشن سيرش انجين هاي سيرش انجين بدي يكون عندي ايضا ايز ان او ممكن نعمله اسناب حتى نشوف الاسناب برضو وان ساكن لاحظوا الان طالما انا بدأت اتفاعل مع زر السيرش بدي كلهم يروحوا من زر السيرش على هذه الصفحة لاحظوا هاي انا بقى فاعل زر السيرش وباوديها على الصفحة بياخد نفس الاعدادات في نقطة هنا بدنا نتكلم فيها في موضوع الاكس هذا لو ضغطنا على هذا الاكس ايش بده يصير بدنا نرجع للصفحة الرئيسية هي الصفحة هادي لو ضغطنا الان هنا بدأ ارجع على التفعيل بدأ ارجعها على الصفحة الرئيسية بدنا نعمل التاب التريجر تاب اوتو اناميت على الهوم تروح اللي سناب اللي هو ايز اوت بدنا نخرج وبرضو وان سكن طيب تعال الان نتكلم من من الكلاسيفيكيشن زي الموجود عندي هنا انا الان بدأ ادخل من النيتشرال كلاسيفيكيشن هذه الصفحة لو ضغطت على البيرد سواء هنا او هنا تعالوا ناخد التنتين ممكن نعلم التنتين ونعملهم جروبينج ولكن لازم ارجع على الدزاين هاي بعملهم جروبينج بحيث التنتين ايش بيطلع من التنتين يصير او من من الحد هذا لاحظوا الان الايفينت وين موجود على هذا القسم طيب بده يطلع من هنا اوين بده يروح على البيرد طيب وين بدنا ندخل بالتريجر تاب الاكشن او توانيميت الدستينيشن من هنا على البيرد الايز مش اوت ايز ان حيث احنا دخلين على الصفحة هاي ايز ان طيب من هنا لو اجينا على الكرين بيرد هاي الكرين بيرد هاي الكرين بيرد ان وان سكن هيك احنا وصلنا ودخلنا من شاشة الى شاشة حتى وصلنا الى الكرين هذا لاحظوا معايا الانفو اه هاي الانفو منقولة لا مش منقولة بدنا ننقل الانفو على وين على الصفحة تحت الانفو هاي الصفحة تحت الانفو تعالوا من هنا ننقلها على صفحة الانفو هيك احنا وصلنا صفحة الانفو خلينا نخليها صفحة الانفو بحيث انه نصل للاسناب طيب ومن هنا نفس الفكرة. هاي صفحة الانفو. اه هاي ايضا سناب. ومن هنا اصبح برضو هاي صفحة الانفو. ومن هنا هاي ايضا صفحة الانفو موجودة. واخر اشي من هنا. هلا بنشيله. مش عارفين من هنا اجالنا. هيك احنا وصلنا انه صفحة الانفو برضو تم تربيطة. ضل موضوع زر الباك. هذا بدي اياه يرجع خطوة الخلف. من هنا بخليه يرجع هيك. اصبح بدي اياها هنا تاب. اوتو اناميت. على البارد من هنا من الديتيلز اللي انا وقف فيها. الى البارد. سناب لا بدي اقوله. ايضا ايضا من هنا. بدي اياها تتفعل على. طيب وين هتروح. برضو تاب. اوتو اناميت. هتروح على. نيتشار. برضو ايز اوت. طيب من هنا. هارجي على. الهوين? عالسيرج انجين. هاي بعلمها. وبرجع لسيرج انجين. بحيث انه انا نفس الفكرة. طيب او توانيميت. سيرج انجين الدستينيش. انتبعنا الايزنج هي ايز اوت. طيب ايش في ضايل غير هايك شغلات? تقريبا ربطت كل الموقع. الهوم ممكن هالا بدنا نياها ترجع لالهوم. ولا الهوم ممكن نخلي هذي الهوم وممكن نخلي الناترال هي الهوم. خليها ترجع على الهوم هنا. هيك احنا بنرجع للهوم ايز اوت. وكل هوم نفس الفكرة. بديها ترجع لالهوم. اللي هو السيرج خلينا نقول السيرج انجين هي الهوم. نفس الفكرة. tab auto animate search انجين is out. ونفس الفكرة هنا. بنحكي هاي فاعل. رجعها على السيرج انجين. هيك ربطنا كل الصفحات وربطنا كل الازرار. تقريبا ما ضلش عندي ولا زر الا مربط في هذا الموضوع. ولو بدنا نستخدم هذا. رجعه للخلف. بدنا نرجع هذا للخلف من وين? من الخلال الناترال ابليكيشن السيرج انجين. تقريبا اعملنا التربيط كله. ما خليناش ولا زر ولا خلينا شاشة ولا خلينا تاب. الا فعالنا فيها لتريجر. حتى نشوف عمليا كيف نتم عمليك الانتقال. وكيف فعليا احنا بدنا نعمل محاكاة لهذا التطبيق. ونطلع في بروتوتيب. هاي فاي دلتي بروتوتيب. يمكننا من خلاله. انه نعرف كيف الفيرس امبريشن وكيف وجهة نظر المستخدمين في هذا التطبيق. ونبني عليه تطويرنا للتطبيق وكذلك الاستفادة من هذا الانترفيس في موضوع التقطيع وفي موضوع بناء الوزر انترفيس للموقع او للتطبيق الطبيعي. طيب نبلش من هنا. بنبلش من هنا وبنعمل البلاي حتى نشوف اشي اللي بصير معنا. تعال نكبر النافذة. اول شي هاي. شفتوا كيف صارت? طيب لو ضغطت على هنا هاي صارت رجعنا لمن? للشاشة نفسها. لو رحنا على السيرش اجينا على السيرش انجين. طيب لو ضغطنا هنا بنروح على البيرد. طيب لو رجعنا باك بنرجع للناتشرال. طيب لو ضغطنا هنا بنيجي على هنا. لو ضغطنا على السيرش بتروح على السيرش. لو اجينا على البيرد. هاي بنروح على البيرد. هاي طلعو. هاي صارحة البيرد. لو بنعمل باك هاي الآن دخلنا على صفحة التفصيلات الخاصة بالكريم بيرد. لو اجينا طلعنا سنلاقي الأقسام اللي احنا صممناها. هاي الانفو مع الايكونز وهي البيانات وهي الوذر وهي بيانات الوذر وهي كل هذه الأمور اللي احنا توشتغلناها موجودة عنا بالطريقة اللي شايفينها. هيك احنا بنقدر نقول وصلنا لنهاية هذا الدرس. ابنتمنى يكون نال إعجابكم. ابنتمنى يكون احنا وصلنا فعلا انه ان يقدر بنبقى بروتو تايب هذا البروتو تايب قادر على انه يجمع مطلبة المستخدم قادر على انه يختبر التطبيق قبل عملية التنفيذ. انحقق من خلاله اهداف الهاي فايدلتي واللوفايدلتي بروتو تايب انتظرونا في دروس قادمة. حنظلنا مستمرين معاكم. لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة حتى يصلكوا كل شي جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.